اشتركوا في القناة قتلى بالمئات جرحى بالآلاف ونزوح جماعية فوق 170 ألف فضل عن الإعلان عن حصار كامل عن منطقة غزة يشمل قطع المياه وحضر دخول الغداء والوقود بل وحتى الدواء كما أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بلغ ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيام الإنسانية وأن لا يكونوا هدفا أو ضحايا يحدث كل هذا في خدم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب كأننا لنمنى السوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المضاد وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء وأن التطرف لا ينتج إلا التطرف وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت وما زالت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ولقد سبق لصاحب الجلال الملك محمد السادس أن نبه غير ما مر إلى خطورة هذه العوامل منددا بشدة بالاقتحامات المتكررة التي يقوم بها متطرفون يهود للمسجد الأقصى المبارك ومحذرا من أن تلك التصرفات المرفوضة تغد التطرف وتروج لثقافة العنف وتؤجج نيران الصراع وتقوض جهود التهدئة وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم للمزيد من المعلومات لا تنسوا تابنوا وتفعلوا الجرس بش يوصلكم جديد لسات تيفي